اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحالة جديدة من يورو العالمي والتعلم اعلامي برك ايه? الحمد لله هامل اه ايه كلكو اقديل لون اقديل لون بس انت اخد لون? لا اه انا عاد فهارة ورحش هت اه 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 موس باتاقها يا اعاي ايام كلها اجازة ماشاء الله بيشتغل بنشجل خمسة ايام وخمانستهار يوم راح بقولك المكنة ربنا دي له صحة يا رب بس انا توقعاتي توقعاتي ان مثلا احنا بعد يعني مثلا ايه ربنا يعني ان شاء الله بإذن الله بعد عشر سنين هنبقى احنا ابن انتهى بيبتدي بس لان المكنة ما شاء الله سيما هي مفيش لا راحت فيه لون شمس عنولاد كده يعني يزداد تقلقك المكنة هادية قوي ما فيهاش اي ازعاجات ما فيهاش اي حاجة ومعنى ابن خانبة ده عالي شاك اه والله وعنى ما بتعلي قوي الله حسن حاجة عالينا استمتع الله حسن حاجة امكانية بس ثانية انا عيش مرة عادي ايه بس ابدل بقى مع شدود على طيبه طبعا واحد مدمان على كل اخناق دخل هولا خانيت كتير اوه لما كنت فكر من كم يوم كان لدي نفس اتخانيت سبعين مع سبعين واحد صح احياء اسهل من كده فهلا الله بينا كده من السطح دورة ستاشر اول ماتش ديني مارك بعد مارك بعد اه بقى اهولها بمركز تاني بعدها تقوم ماتشين سوفر زيرو بوينت وتكسب ماتش اربعة وتوصل ماركز التاني لا يعني فرق شاسع وفرق جوي جدا ويلز بعيدة اويل اويل ممكن تسعين دقيقة تدمرك احسن اخطر اسرع اقوى بقى تعرضية تسديدة على المرمى مش حاجة يعني ويلز يمكن ولا تسديدة تقريبا بارث بيل مظهرش حتى رامزي دايما ان كان هو بيبقى بموانة الميزان وبنقى بين نص المنع وبين عبر راس حربة او نص مقى مظهرش بشكل تايس استسلام تام يعني الدلمر جايب واحد في التاني في دغاية ديها تسعين بيكونوا رابعا لا لا يعني موان سايج جيمه ودلمر كيستحقه بصراحة وبعين سكتها سهلة يعني اه هيوقع مع انجلترة طبعا في الاخر لكن يعني ممكن يوصل لدور السني فاينال في ماتشمع عن جتاير الله عالم الله يعسى قتاليا راح على فين عالمين قتاليا قتاليا مع النمسا قتاليا جمعا قتاليا منظمة جدا منشيني مدرب كبير يعني وعندهم لعيبة كويسة يعني زي ما قلنا قبل بداية البطولة ان هو قوتهم في المجموع يعني عندهم سبيرت عالية جدا يعني روح عالية جدا اه كل الكرات المشتركة والكورة التانية بتاعتهم فريق يعني فريق كورة كويس وفي نفس الوقت فيزيكلي اقوية وده مش سهل ان انت تلاقيه في الفرقة بسهولة بعدين بتاكتك من منظمين بشكل كبير جدا بيدفعوا طبعا طبيعا بيدفعوا كويس جدا انا بقول ان ايطاليا ممكن تروح بعيد في البطولة هولندا رجع تاني حب انت هولندا هولندا ميشت انا فاهم لا انا قصدي هولندا قدام رجع تاني اه دع فاكرة انا قلتلك في الحالة الاولية سيف تلك هولندا هزبت بس مش فرقة متماسكة ولا متكملة يعني عندها مشاكل كبيرة جدا اه انا موضع زي ماسكول بكلم مع عميده يعني المدارب علي عملك دي اه واسي فكرة المدارب واختناع الناس دي وتشكيل دي لعب ميشت هولندا اول مرة في تاريخ اروبا او كاسا علام تلعب تسعين جيئة سيف اخيال هولندا متشوفش ولا كرة عبودة هو بيلعب تشيخ يعني اه طبعا متشيك فرقة ويسا بس تلعب تسعين جيئة مفيش ولا تسديدة معقولة هولندا بتاريخة حتى انه اخير بكارثة زمان حتى برضو بقين المدرب تشوف زمان منتخب هولندا اللاعيبة كان بتلعب فيها دايما قسة كده يعني زمان منتخب هولندا مثلا منتخب ثمانية وتمانين اه لعيبة كلها تلعب ميلا دلوقتي مماشي فنالدوم هو فنالدوم واحسا واحد في فرقة فنالدوم دي فايد ثلاثة لعيبة بقيت اللعيبة انا لما هم بقوله اللعيب اللي هو عنده اربعة وعشرين سنة وفمسة وعشرين سنة ولسه بلعب في الدول الهولندي نا 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 يا صحيح لا دي لخت انا بيعب في فنالدوم ماشي بس او وة دايما أنا انا مشوف دي لخت لا عنده مشايات كتير قوي في فنالدوم حتى فقيل فعلاك كتير قوي يعني التماريكوش طعب دايما غلط مشغلش موخو كويس اه هو قوي جدا بس هو بعيد يعني حتى يعني او ماتش يلعبه تاقيبه ماتش ده ملعبش المشارك الاوليناية كان احتياطي اه طه ده مدويش معنى خالص وهو اسان في قيته مش شايفة لأ انا شايف هولندا تستحق الخروج يعني وهي فكرة تخصيف ان انت تجايب مين مدرب يعني انت باطل ما تجيب مدرب كومان كان ماشي كويس قوي معاهم ووصل زي ما قلنا في طريقة اللي هي الامم اوروبا او الامم افريل التعامل جديد دي وصل فاينل اي نعم طبعا اسمه ايه باندايكش موجود لكن عمل فرقة كويسة من هولندا ما تأهلتش كاس عالم اللي فات ولا اوروبا اللي فات بقى لها فترة بعيدة فانت راجع مفوط تجيب على مدارب عنده خبرات شوية مش تجيب على مدارب اساسا عنده مشاكل بكل عندها تبقى اللي راحة مانجحش في ولا مكان صحنا بالنسبة لي فانت جايب واحد في وقت ولاي الاوي لازل تبقى عنده حاجة يلمها بسرعة صعب يعني يعني انا رأيك انجابه فانقال اه 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 اي احد عنده حتى سيفي قوي يرجع من ريطائر من سوش يشتغل بسرعة يعني فورتغال ارقامها كويسة جدا في الماتش ده قوي بسرعة زايلتك السنور راقض اه بحب السنور بأه لان اه لان اه مقاتل يعني كان نفسي ان هو يكمل الاكتر من كده في دقى كويسة اه 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 ومنظمين جدا وعمهم مدارب بالو اربع سنين معاهم اا 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 اكثر كمان صح او مدارب فورتغال بسانتو اه عا بالو كتير اون اه كتير 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 عربا اللي فات تكسبها معاهم أكثر من أربع سنين أكثر من أربع سنين فلا كويس خسارة يعني بس بلجيكا جول حلو وبلجيكا يعني فلا كويسة برضا بس بلجيكا ما قدتش للأداء بصراحة لانا تتبقى يعني على قد اللعيبة وهي قولها كتير قوية لوكاكو و ميرتنز و هازرد و هازرد و دي بروين و كاراراسكو أساني كتير قوي بس في الملعب أنا شوفت بتغلق أحسن بكتير بكتير أسبانيا و كرواتيا في المباراة في هاته من الأهداف؟ أه مطش حلو مطش حلو بعدين مطش راح كتير و رجع تاني بص الجن الأولين دخل في أسبانيا إزاي شوفت الجن الأسبانيا بريحة كورة الجن فجأة مطش بتقلق عليك وبعين ثلاثة واحد مطش خلصان ديئة 82 و ديئة 89 جنين لكن بدنيا أسبانيا واقف عليها وبان الفرق أول ما عمل الأكثر طيام ما سيه فرق إشاسة يعني بص كرواتيا في الوقت دا زي ما حصل مثلا مع السوسرا فرانسا جابوا الجنين و داسوا و بعرفين فت التانيين داسوا أول ما جاء الإكثر فهم مش قادرين مدرش مش قادر مدرش فيه كورة بص المنعب في الديئة مثلا 105 مننزل قبل ما يطلع عرضه مش قادر يتحرق بدنيا وقعوا بشكل بدنيا وقعوا بحكرة وطلعز كل الجنين دخل في كرواتيا الجنة الثالث اول رابع كله التقتالة العكسية يعني الجنة الثالث دا كارسة شفت انت اللي هي الفول اللي عمله روه من ناحية التانية ما فيش حد واقف كان بريش شرب مياه وقفين في مصر مياه التاني رجق والله اللي عزيزينا قصدرش اسمه يبطى عمان ستة دخدق على ستة حتى الجنة الثالث وبعين الجنة الرابع بتاع مرطة الراجل بيستلب جوه الستة بعض دول باكر اللي عكسي واقف جوه جوه اوي لا يعني بدنيا اسبانيا كويسين ما فينا على رجلهم كويس اكبر مفاجأة خروج فرنسا اه ومين اللي داع ضربة الجزاء شاطة وحش اوي جن قراها كويس جن قراها راح 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 لا يعني لا هي عالية ولا هي مطية ولا هي كثابنية ولا هي قوية هو شادة قوية بس هي جن يروح معاها افس اخي باكر انا بشوف دايما الجونيا سيف اكتينيتي هو بيعتمد على دول مش عال العيد ممكن لعيب نعبها بشوش اوي وتلاقي جون راح 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 تاني هبقى شكلها حلو اوي بس سبحان الله لو جون راح معاها يبقى شكلها وحش جدا من بداية البطولة دي وكل الناس بتقول ان ان بطيها عامل حالة في منتخب فرنسا وعمل دوشة وعمل كده لوحده يعني هو عامل مشاكل مع العيدة على فكرة فواضح ان في الاخر هي كرة بتديلك كده يعني فهمها عقبها يعني بس هو بصراحة في البطولة هو بسمك المطشد اللي فات لا بس هو خافة cellphone هو اللي بيهاجم سبا كان الهنزيمة جاب جنين لمطش الاخيه والانبافيه كان وحش في مطش الاخيه. بس المطشين او تلات نشاط اللي اجديها كان هو اي حاجة عجون هو انبافيه بس هو اللي بيقطعه. اللعب كله على الانبافيه هو اللي بيعمل الفرنسة. كنت تطاق على خروج فرنسا? لا. ولكن تحب ان تطاقل بسرعة الناس في فرنسا اجتب. زيد انا بيبقى من نسبة لشغل المنتخبات صعبة. من شغل المنتخبات محتاج نحتاج ان اكبر. محتاج ان ما تشتغلش كل يوم. بس كل الاخوار بتقول في فرنسا زيدان ممكن ينزل. المانيا انجلترا? المانيا انجلترا اللي كسب هو اللي يستحق. يعني انجلترا احسن بكتير جدا من المانيا. المانيا ببعضه قلت هنا في بنار كزا مرة يسوف انا مش مقتنع بيها فالوس ولا طريق اللعبة. المداري بتحسه مش عارف لعبته. بس بكلم على مولر. مولر بيلعب تسعين دي اكل الماتشاط ما بيقدمش اي حاجة وانت بتاع مهاجم ماتشاط شوالا كراء عرجون. طبعا سيبك مضايقا في الماتش الاخير. بس مش ايجابي عرجون. مش ايجابي حتى في النواحي الهدومية. آآ عدم موجود ثانية في الملعب الغضة طويلة قوي. جنابري حتى عادوا اختياطي في فتادة في فرنر. يعني تشكيلات غريبة بيعملها. انا شايف يعني ساوت جدو صراحة اضرب سماتش بشكل كويس. لعب لعيبة مش معروفة ولا جماهية جديرة لكن بينفزه كويس اول هو عايزه. ابتدز في اول مرشاط بفودن. من هذا مقاعد فودن برا. الناس يقول لك ملعب ملعب ستيرلينج وساكا. ومقاعد سانشو مسلا الناس كلها بيقولك سانشو بحلان احسن لعيبة مش خالص دلوقتي. ولكن بيكسب وماشي كويس وعمل تغييرات مثلا من هذا جيرلش نزل الابلة في المرش وعمل الجنين. فبحس انه قاري وعايش الاجواء يعني. دور ربع النهائي ايطاليا بالجيك اسبانيا سويسرا تشيك دنمارك انجلترا اوكرانيا عندك توقع سريع. انا اقول ايطاليا اسبانيا دنمارك انجلترا. علمي. انا ايطاليا سويسرا. اه 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 بنيمارك وانجلترا. كده خلصنا بقى حلقتنا وقبل ما يعني اشكر العالمي والتعلى كبتركة بعجلة انت صغير. لسه بركة بعجلة انت صغير. لسه بركة بعجلة انت صغير. دلو حد لوقتي. طب. اشوفوا اه اللي جونا عرفين ماشي بالعجلة. اه انت حطت العجلة على المركبة. اه. بخدها في الجزر اه. 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 انا جاي بساند صعبة دي. لا لا الجميلة. على الرمل صعبة. اه. بس هي بتاعت رابط. اه. اه. جمع. انا باك انا باك افضل. فين انا? في مارينة. مارينة احلى حاجة في العجلة بقى. اعناك مساحة جدا جدا. اه. اه. في حالة. فينزة الفسح بيها براحتك. اه. فينزة الفسح بيها براحتك. فينزة الفسح بيها. اه. وشغال بقى. موحلة جدا جدا. يعني الوقت الساعة ستة سبعة كده فينزة تتماشة بيها. حل. انا مبسوط يعني فيه اهتمام بالبريايابة. مصر هتستقبل اه اه اول كاس علم لدرجات المرض Massive الدرجات المرض دي. اللي هي evitar واحد انا سيفل رائع في الموضوع. اه. الله بيبقى جامدة دي. سيف اللي عاعد الموضوع. اه. وبعدين بني وبيناك كمان بقى فيه اهتمام كبير. اه انت مترجب انا. انا عايس اقول لسف الجم انا انا اه قصة كبيرة في الحتة دي يعني. اه. يعني رجب عاجل في الجم. اه سيف الجم على طول عاجل. اه. اه. mais يعني اهتمام كبير برضو من حيطة دي بصراحة. يعني سيادة الرئيس برضو في مشاهد كتيرة جدا. طبعا. على طول لاني. مع شبابه ومع الناس في الليلة شرطة مع الناس. شرم الشيء. مع المشروع تمام مليون عجلة او اه. وعايز تقول لك عليه البال كبير جدا جدا جدا. اه. تعارف على فكرة التماثين مسلا تمشي في اكتوبر. اه. او ايام رمضان مسلا. اكتوبر في معظم الناس ماشي بالعجل. ايوه صح. في التجمع نفسك. ايوه. ايوه. بتاين الموضوع. يعني. في عالي ناس كبير. صراحة ايضانت محترم وايضانت قوي. بنا خليف. خليف. بسيحة. ايضا. لا انا بشكر الدولة المصرية. انا كجزء من الدولة المصرية. لا بصراحة ماشهد رائع ونتمنى يا رب كده كل يوم تبقى فيه بولات وابنتات كبيرة. عالمي بشكرك. شكرنا سيحة. حبيب. بسيحة شكرا. بنا خليف. الله استمنوا عنا. حلا كبير. اشتركوا في القناة.